أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إذا ارتفع إجمالي دخل الصندوق إلى 344 مليون دينار بنسبة 150% مقارنة مع 138 مليون دينار خلال العام 2016 وذلك نتيجة ارتفاع صافي دخل الصندوق جراء الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة العام الماضي إلى 369 مليون و400 ألف دينار وبنسبة 17% مقارنة مع 315 مليون و100 ألف دينار للعام 2016 إضافة إلى خسائر تقييم الأسهم الاستراتيجية المتداولة في بورصة عمان حيث بلغت 25 مليون و100 ألف دينار العام الماضي مقارنة مع خسائر بلغت 121 مليون دينار في العام 2016 والخسائر المحققة بقيمة 700 ألف دينار مقارنة مع نحو 75 مليون دينار للعام 2016 نتيجة تخفيض رأس مال شركة الاتصالات الأردنية بنسبة 25% وفقا لقرار الهيئة العامة للشركة الذي ينطبق على كافة مساهم الشركة أما موجودات الصندوق فارتفعت 11.4% لتصل العام الماضي إلى 9 مليارات و200 مليون دينار مقارنة مع 8 مليارات و300 مليون دينار في العام 2016